هنا هستأذن أن أنا عادة أبدأ من اليمين بس أنا المرة دي عايز أبدأ بشان بيه علشان اللي هنقوله قد يكون لديه تعليقات وإجابات من سيادة النائب خصوصا في إطار الجلسات اللي حصلت النهاردة هشان بيه شفت الجلسة اللي افتتاحها النهاردة الصبح اللي هي الجلسة الأولى اللي عقدها مجلس الأمم نزيل الحوار الوطني وأيضا مجريات المؤتمر الصحفي أنا شفت الجلسة أول حاجة في التوقيت والبداية لفتت نظري أن إحنا بدين بصورة جدية التوقيتات محددة البداية قوية البداية قوية مبشرة أنهما اجتماعات جدة استمرت لساعات الشغل أنا شايفه رائع بصراحة مبشر يعني أنهما في أنها اجتماعوا من نصهم معارضة ونصهم خارجين بصيغة يعني تنبئ أن احنا بنسبالنا داخلين في مرحلة سياسية فيها استفاف وطني ونطج سياسي والمؤتمر يبشر بخروج مخرجات هتبقى مفيدة ومبشرة وهترسم رؤى مؤتمر الصحفي شكله شكله جميل ومبشر إحنا شفافية الأسئلة كلها متاحة السيد المنصق العام دي أرشوان يعني متحدث وسياسي قديم وجدير جدير فأنا شايف إن إذا ما بيقولوا تطلع الأولانية كده لا يعني حلوة إن شاء الله الحوار هيكون شفاف والمخرجات قوية بإذن الله ده اللي أنا شفت قوية طيب ترجمة نانسي قنقر